خلال الخمس وعشرين عاماً من العمل مع الأفراد الناجحين في الأعمال التجارية والجامعة وأعداد العلاقات اكتشف ستيفن كوفي أن المتفوقين غالباً ما يعانون من شعور بالفراغ في محاولة لفهم السبب قرأ العديد من الكتب تحسين الذات وعلم النفس التي تمت كتابتها على مدار المئة عام الماضية هنا لاحظ تناقضاً تاريخياً صارخاً بين نوعين من النجاح قبل الحرب العالمية الأولى كان النجاح يعز على أخلاقيات الشخصية وشمل ذلك خصائص مثل التواضع والإخلاص والنزاهة والشجاعة والعدالة ومع ذلك بعد الحرب كان هناك تحول على ما يشير إليه كوفي باسم أخلاقيات الشخصية هنا يعز النجاح إلى دور الشخصية والصورة العامة والسلوكيات والمهارات ومع ذلك كانت هذه مجرد نجاحات ضحلة وسريعة وتتجاهل المبادئ الأعمق للحياة يجادل كوفي بأن خصائصك هي التي تحتاج إلى سقلها لتحقيق النجاح المستدام وليس شخصية ما نقوله الآن هو أكثر بكثير مما نقوله حقيقة أو نفعله فعلا تستند أخلاقيات الشخصية إلى سلسلة منها المبادئ يدعي كوفي أن هذه المبادئ بديهية وتستمر في معظم الأنظمة الدينية والاجتماعية والأخلاقية لديها تطبيق عالمي عندما تقدر المبادئ الصحيحة ترى الواقع كما هو حقاً هذا هو أساس كتابه الأكثر مبيعاً العادات السبع للناس الأكثر فاعلية ما هي العادات السبع للناس الأكثر فاعلية؟ تتكون عادات كوفي السبع من المبادئ الأساسية للشخصية التي تقوم عليها السعادة والنجاح تطرح العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية نهجاً يركز على المبادئ لكل من الفاعلية الشخصية والعلاقات بين الأشخاص بدلاً من التركيز على تغيير المظاهر الخارجية لسلوكك ومواقفك فأنه يهدف إلى تكييف جوهرك الداخلي وشخصيتك ودوافعك ستساعدك العادات السبع في هذا الكتاب على الانتقال من حالة التبعية إلى الاستقلال وأخيراً إلى الاعتماد المتبادئ في حين أن المجتمع ومعظم كتب المساعدة الذاتية في السوق تدافع عن الاستقلال باعتباره الإنجاز الأعلى يجادل كوفي بأن الاعتماد المتبادل هو الذي ينتج عنه أعظم النتائج الاعتماد المتبادل هو مفهوم أكثر نضجاً وتقدماً إنه يمنع معرفة أنك كائن مستقل لكن العمل مع الآخرين سيؤدي إلى نتائج أكبر من العمل بمفردك لتحقيق هذا المستوى من الاعتماد المتبادل يجب أن تنمي كل من العادات السبع المنصوص عليها في الكتاب العادات السبع هي كما يلي أولاً كن استباقياً ثانياً سابعاً شحظ المنشار سيبحث ملخص كتاب عادات الأشخاص الأكثر فعالية هذا في كل من هذه العادات ويوضح لك كيفية وضعها موضع التنفيذ لتصبح أكثر نجاحاً في كل ما تريد تحقيقه العادة الأولى كن استباقياً العادة الأولى والأكثر أساسية للشخص الفعال هي أن يكون استباقياً أكثر من مجرد أخذ زمام المبادرة كونك استباقياً يعني تحمل مسؤولية حياتك وبالتالي فأنت لا تلوم سلوكك على عوامل خارجية مثل الظروف لكنك تمتلكه كجزء من خيار واع قائم على قيمك عندما يكون الأشخاص المتفاعلون مدفوعين بالمشاعر يكون الأشخاص الاستباقيون مدفوعين بالقيم في حين أن العوامل الخارجية لديها القدرة على التسبب في الآلم فإن شخصيتك الداخلية لن يصيبها التلف بالضرورة ما يهم أكثر هو كيفية تجاوبك مع هذه التجارب يركز الأفراد الاستباقيون جهودهم على الأشياء التي يمكنهم تغييرها بينما يركز الأشخاص المتفاعلون جهودهم على مجالات حياتهم التي لا يتحكمون فيها إنهم يقدسون الطاقة السلبية من خلال إلقاء اللوم على العوامل الخارجية لمشاعرهم بالإيذاء وهذا بدوره يمكن القوى الأخرى من السيطرة عليها بشكل دائم يمكن الرؤية بشكل أوضح لمظهر من مظاهر النشاط الاستباقي في قدرتك على الالتزام بالالتزامات التي تتعاهد بها تجاه نفسك والآخرين وهذا يشمل الالتزام بتحسين الثات وبالتالي النمو الشخصي من خلال تحديد أهداف صغيرة والالتزام بها فأنك تزيد تدريجيا من نزاهتك مما يزيد من قدرتك على تحمل المسؤولية عن حياتك يقترح كوفي إشراء اختبار استباقي لمدة ثلاثين يوما تقوم فيه بسلسلة من الالتزامات الصغيرة وتلتزم بها لاحظ كيف يغير هذا من أحساسك بالذات العادة الثانية ابدأ بالنهاية في رأسك لفهم هذه العادة بشكل أفضل يدعوك كوفي إلى تخيل جنازتك يطلب منك أن تفكر في الطريقة التي تود أن يتذكرك بها أحبائك وما الذي تريد منهم أن يعترف به باعتباره إنشازاتك وأن تفكر في الفرق الذي أحدثته في حياتهم يساعد الانخراط في هذه التجربة الفكرية في تحديد بعض قيمك الأساسية التي يجب أن تدعم سلوكك وفقا لذلك يجب أن يساهم كل يوم في حياتك في الرؤية التي تمتلكها لحياتك ككل إن معرفة ما هو مهم بالنسبة لك يعني أنه يمكنك أن تعيش حياتك في خدمة ما هو أكثر أهمية فتضمن العادة الثانية تحديد النصوص القديمة التي تبعدك عما هو مهم وكتابة نصوص جديدة تتوافق مع أعمق قيمك هذا يعني أنه عندما تظهر التحديات يمكنك مواجهتها بشكل استباقي بنزاها حيث أن قيمك واضحة يذكر كوفي أن الطريقة الأكثر فاعلية للبدء بالنهاية في الاعتبار هي إن جاء بيان مهمة شخصي يجب أن تركز فيه على ما يلي ماذا تريد أن تكون؟ ماذا تريد أن تفعل؟ المساهمات والإنجازات القيم التي يقوم عليها كل من هذين الأمرين بمرور الوقت سيصبح بيان مهمتك دستورك الشخصي يصبح الأساس الذي من خلاله تتخذ كل قرار في حياتك من خلال جعل المبادئ مركز حياتك فأنك تنشئ أساسا متينا تزدهر منه هذا مشابه للفلسفة التي يقدمها راي داليو في كتابة المبادئ بما أن المبادئ لا تتوقف على عوامل خارجية فأنها لا تتزعزع فهي تعطيك شيئا لتتمسك به عندما تصبح الأوقات صعبة من خلال الحياة القائمة على المبادئ يمكنك تبني رؤية أكثر وضوحا وموضوعية للعالم العادة الثالثة ضع الأشياء أولا بأول بهذا الفصل يطلب منك كوفي الإجابة على الأسئلة التالية ما الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله بانتضاء؟ والذي لا تفعله حاليا والذي من شأنه تحسين حياتك الشخصية وبالمثل ما الشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به لتحسين عملك أو حياتك المهنية؟ في حين أن العادة تشجعك على أدرك أنك مسؤول عن حياتك الخاصة وأن العادة الثانية تستند على القدرة على تصور وتحديد قيامك الأساسية فإن العادة الثالثة هي تنفيذ هاتين العادتين يركز على ممارسة الإدارة الذاتية الفعالة من خلال الإرادة المستقلة من خلال طرح الأسئلة المذكورة أعلى على نفسك ستدرك أن لديك القدرة على تغيير حياتك بشكل كبير في الوقت الحاضر وبالتالي فإن امتلاك إرادة مستقلة يعني أنك قادر على اتخاذ القرارات والتصرف بناء عليها عدد المرات التي تستخدم فيها إرادتك المستقلة يعتمد على سلامتك نزاهتك مرادفة لمقدار تقديرك لنفسك ومدى وفائك بالتزاماتك تهتم العادة الثالثة بأعطاء الأولويات لهذه الالتزامات ووضع الأشياء الأكثر أهمية أولا هذا يعني القدرة على قول لا للأشياء التي لا تتطابق مع مباتئك التوجيهية لإدارة وقتك بشكل فعال وفقا للعادة الثالثة يجب أن تلتزم أفعالك بما يلي يجب أن تتمحور حول المبادئ يجب أن تكون موجهة نحو الضمير بمعنى أنها تمنحك القرصة لتنظيم حياتك وفقا لقيامك الأساسية أنها تحدد مهمتك الرئيسية والتي تتضمن قيمك وأهدافك طويلة المدى تمح التوازن لحياتك يتم تنظيمها أسبوعيا مع تعديلات يومية حسب الحاجة العادة الرابعة فكر في الفوز الفوز يجادل كوفي بأن الفوز الفوز ليس أسلوبا إنه فلسفة التفاعل البشري إنه إطار ذهني يسعى لتحقيق المنفع المتبادلة لجميع المعنيين هذا يعني أن جميع الاتفاقات أو الحلول تعود بالنفع على الطرفين وتشعر جميع الأطراف بالرضا عن النتيجة لتجسيد هذه العقلية يجب النظر إلى الحياة على أنها تعاونية وليست منافسة وبالتالي فإن أي شيء أقل من نتيجة الفوز الفوز يتعارض مع السعي وراء الاعتماد المتبادل وهو أكثر كفاءة للعمل الفعال لذلك لتبني عقلية الفوز الفوز يجب عليك تنمية عادات القيادة الشخصية يتضمن ذلك ممارسة كل سمة من السمات التالية عند التفاعل مع الآخرين الوعي الذاتي الخيال الضمير الإرادة المستقلة لكي تكون قائدا فعالا للفوز الفوز يجادل كوفي بأنه يجب عليك تبني خمسة أبعاد مستقلة أولا الشخصية هذا هو الأساس الذي تقوم عليه عقلية الفوز الفوز ويعني التصرف بنزاهة ونصج وعقلية الوفرة أي هناك الكثير من كل شيء للجميع ونجاح شخص واحد لا يهدد نجاحك ثانيا العلاقات الثقة ضرورية لتحقيق اتفاقيات الفوز الفوز يجب أن تغذي علاقاتك للحفاظ على مستوى عال من الثقة ثالثا الاتفاقات هذا يعني أن الأطراف المعنية يجب أن تتفق على النتائج المرجوة والمبادئ التوجيهية والموارد والمساءلة والعواقب رابعا الفوز الفوز باتفاقيات الأداء والأنظمة الداعمة إنشاء مجموعة موحدة ومتفق عليها من نتائج المرغوبة لقياس الأداء داخل نظام يمكنه دعم عقلية الفوز الفوز خامسا العمليات يجب أن تسمح جميع العمليات بظهور حلول رابحة العادة الخامسة ابحث أولا عن الفهم ثم أن يتم فهمك إن كنت ترغب في تحسين علاقتك الشخصية يزادل كوفي أنه يجب عليك السعي لفهم الموقف قبل محاولة أن يتم فهمك تعد القدرة على التواصل بوضوح أمر ضروري لفعاليتك العامة حيث إنها أهم مهارة يمكنك تدريبها بينما تقضي سنوات بتعلم القراءة والكتابة والتحدث يذكر كوفي أنه يتم التركيز قليلا على تدريب مهارة الاستماع إذا كانت مبادئك راسخة فستريد بطبيعة الحال إشراك الناس والاستماع إليهم دون الشعور بالتلاعب بهم وبالتالي فمن خلال شخصيتك تقوم بنقل وتوصيل نوع الشخص الذي أنت عليه من خلاله سوف يثق الناس بشكل غريزي وينفتحون عليه بينما يستمع معظم الناس بقصد الرد فإن المستمع الماهر سيستمع بقصد الفهم يعرف هذا بمهارة الاستماع التعاطفي يمكن للمستمع المتعاطف أن يدخل في الإطار المرجعي للشخص المتحدد من خلال القيام بذلك فإنه يرى العالم كما يراه المتحدد ويشعر بالأشياء بالطريقة التي يشعر بها وبالتالي يتيح لك الاستماع العاطفي الحصول على صورة أوضح للواقع عندما تبدأ في الاستماع إلى الأشخاص بقصد فهمهم ستندهش من سرعة انفتاحهم بمجرد أن تعتقد أنك قد فهمت الموقف فإن الخطوة التالية هي يجعلهم يفهمونك هذا يتطلب ششعة باستخدام ما تعلمته من الاستماع العاطفي يمكنك توصيل أفكارك وفقا لنماذج المستمع ومخاوفه هذا يزيد من مصداقية أفكارك حيث ستتحدث بنفس لغة جمهورك عندما يعمل التآذر على أكمل وجه فإنه يتضمن الرغبة في الوصول إلى التلفيقيات الفوز الفوز مع التواصل التعاطفي إنها جوهر القيادة التي تركز على المبادئ إنه يوحد ويطلق العناة للقوة العظيمة من الناس لأنه يعتمد على أن الكل أكبر من مجموع أجزاء التحدي الحقيقي هو تطبيق مبادئ التعاون الإبداعي التآذري في تفاعلاتك الاجتماعية يجادل كوفي بأن مثل هذه الحالات من التعاون الجماعي بين الأفراد غالبا ما يتم تجاهلها ولكن يجب أن تكون جزءا من حياتك اليومية التآذر في جوهره هو عملية إبداعية تتطلب الطعف والإنفتاح والتواصل إنه يعني موازنة الاختلافات العقلية والعاطفية والنفسية بين مجموعة من الناس وبذلك خلق نماذج فكرية جديدة بين أعضاء المجموعة هذا هو المكان الذي يتم فيه تعظيم الإبداع التآذر هو الفاعلية باعتبارها حقيقة مترابطة تتضمن ذلك العمل الجماعي وبناء الفريق وخلق الوحدة مع البشر الآخرين العادة السابعة شحظ المنشار تتعلق هذه العادة السابعة بتعزيز ذاتك من خلال أبعاد التجديد الأربعة البتني ممارسة الرياضة والتغذية وإدارة الإجهاد هذا يعني الاهتمام بجسمك الماتي وتناول الطعام بشكل صحيح والحصول على قصد كافي من النوم وممارسة الرياضة بانتضاء اجتماعيا عاطفيا الخدمة والتعاطف والتآذر والأمن الجوهري يمنحك هذا الشعور بالأمان والمعنى الروحانية توضيح القيمة والالتزام والدراسة والتأمل بالتركيز على هذا المجال من حياتك تقترب أكثر من مركزك ونظام القيم الداخل الخاص بك العقلية القراءة والتصور والتخطيط والكتابة لتعليم نفسك باستمرار يعني توسيع عقلك هذا ضروري للفاعلية يعني شحد المنشار التعبير عن كل هذه الدوافع الأربعة وممارستها بانتظام وثبات هذا هو أهم استثمار يمكنك القيام به في حياتك من الضروري الاهتمام بكل منطقة بتوازن حيث أن الإفراد في تناول الطعام في منطقة ما يعني أهمال منطقة أخرى ومع ذلك فأن التأثير الإيجابي لشحد المنشار في أحد الأبعاد هو أن له تأثيرا إيجابيا غير مباشر في بعد آخر نظرا لترابطهما على سبيل المثال من خلال التركيز على صحتك الجسدية فأنك تقوم عن غير قصد بتحسين صحتك العقلية أيضا وهذا بدوره يخلق دوامة تصعودية من النمو والتغيير تساعدك على أن تصبح أكثر وعيا بنفسك يعني تحريك اللولب أنه يجب عليك التعلم والالتزام والقيام بالمزيد بشكل متزايد مع تقدمك وتصبح تدريجيا فردا أكثر كفاءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر